أمن الله أمطال خير أخذنا الزغاج في الصيف وشتاة العام الجديد ولكن بقول صراحة لا أعرف ما هي في الدكوالة لا يوجد المنزل البرماترية تقوم بإطراف إشكالية كبيرة ونحن الآن بصدد لكي نتفادر هذه المشاكل الماضي التي لا تدوش فيها على ستاسيون ديسالمون أجدوها هي كملات أسفي وجديد حتى هي تقريبا في الطريق وهذا الضل بيدا جيدة ونحن نذهب إلى تزنيت ونجد تأتي بأحدة البرماتر جديد ونجد تأتي بأسفل لتأتي بأسفل لتأتي بأسفل الامكانية على الأقل 21 فكترة وكذلك الشمال في الماء الكافي خاصة هنا لتنصفها إن شاء الله لتأتي بأسفل الدخلة ستبدأ تعمل ومع الأسف تأتي بأسفل لتأتي بأسفل ونحن نعود لتأتي بأسفل لتأتي بأسفل لتأتي بأسفل في سيزن تكتبه إلى عام في عام 2025 ونحن نعود إلى الماء يعني في البروديكشن ستخفف شوية علاجية و ستعطيناكم من خمس ألاف كتاب اللي هي تعطي الخضراء و تعطي الفاكيه و تعطي ماتيشا و أحد العدد و هذا الشيء للعلف لذلك الترسفر للماء وعقل الانتجات للعاللة نفرد كل ما تدو قائلا لزيقه عليها و نفرق الإمكانية للماء لأننا أقول ذلك دعونا الماء للعبادة لا نعرف شيء نقوم بجعله ما هي مادة هذا ما شربوا الماء يعني إلا ما كيش تتمين ديال الفلاحة وما كيش المنتجات ديال الفلاحة لكو تهير كان يعني في المحيط ديالنا شي بلد فلاحي اللي قدر يصدر لنا ما كيش نعوله على رسنا وهذا والأمل هذا والأمل الغدائي وهذه السيدة الغدائية فلهذا سوف نقوم بما يجب أن نقوم به في استطمارات في هذا وسيدنا الله ينصر كيتبعه كيشوف هاتش ديال الماء وهذا المرحيل كلها ديال ديال الماء ونتمنى على الله أنه تكون أمطال خير في المستقبل بقاومة فائمين لأننا نحن في حاجة إلا فلاحين عندهم المغال بستعدين وأساء ديال الفيدرازيون كلهم كي قلنا نحن أليزير نحن معكم غادي نستطمروا وغادي نزيدوا وغادي نزيدوا قدام هذا بالنسبة لنا شي جيد إيسابي وكل واحد عنده الدو دياله كل واحد عنده الدو دياله معارضة عنده الدو دياله والحكومة عنده الدو دياله أنه تطمئن المواطن وتقول له بأنه غير في جنبه باش إن شاء الله لأي سنوات المقبلة تكون أحسن ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة